الامر التاني وده مهم برضك قضية صلة الارحام اللي انا اتكلمت عنها عبر سؤال في الحلقة الماضية والسوشيال ميديا كلها اختلفت الاراء يا جماعة لما تيجوا تفهموا دين افهموا الدين صح انا اخ لي اخت لي ام لي اب لي عم لي خال العلاقة مع كل دول في صلة الرحم ملهاش دعب الماني ملهاش دعب الفلوس خالص نهائي صلة الارحام تعني ان اصل من قطعني اروح اختي ما بتظنيش اخبط على بابها ومش شرط اكون شايل ومحمل خالص انما حد ذات ان انا اروح واترك بابها وانا فاضي دي صلة رحم حد ذات ان انا اروح اتفقد احوالها دي صلة رحم النهاردة اللي بيحصل ايه اللي بيحصل لما انا جاوبت على الست وقلت لها طبعا اللي كانت متصلة وتقول لي عمه ميسور جدا على راصي بس مش راضي يسدله هو ينفع ده حكم ايه في الدين حكم ايه في الدين هو حر هو حر يا جماعة ده مالي الذي تكسبته بتاعبي ماله اللي تكسبه بشآه ماله اللي حسب عليه وحده هو حر يا جماعة طيب تلاقي بقى الناس اللي بتكتب وانا بحب اقرأ التعليقات شوية فين من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا حديث ولكن هو قال لازم انت يا اخي انت ابن اخويا ولا انت ابن اختي بس انت ما بتجنيش على قلبي يا اخي روحي ما بتوفقش روحك يا اخي دي ايه على قلبي يا اخي هفرج قربة اي مسلم الا انت يا اخي لك حاجة عندي هل انا اكون محاسب امام الله الجواب لا خالص طيب من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا ده امر تحفيزي مش امر الزامي خلي بالكم حديث النبي للتحفيز يعني يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه خلاص طيب قال لازم يكون من صلة الرحم لا معلش لازم يكون من صلة الرحم خالص وبالتالي نداء لذوي الارحام ارفعوا الاموال عن الارحام هي الالاقة بتفسد امتى ساعة ما يخش لها الطمع انا شايف اخويا او شايف عمي او شايف خالي ربنا فتح عليه ويصلوا الامر فانا شايف ان ما له ده حقي خلاص اي شيء بتاعي انا من حقي انا انا اللي اخده يا حبيبي هو مش هيديد يبقى لا يبقى ده قطع رحم يبقى ده لا يجوز يبقى روح اخل امي ما تكلموش وابويا ما يكلموش وقال لي بعلت بالك كلها لا يا حبيبي لا خل الفلوس بعيد عن صلة الارحام الله يصدح حنا وحالكم نقطة تانية المواريس والغنى انا راجل دلوقتي ابويا مات خلاص كده واخواتي كلهم بضرب مثال مش لاقيني ياكلوا وانا ملياردير هاخد مراسي ايه اللي زعل في ده سؤالي بس والله ايه اللي زعل في ده انت مالك انا راجل ملياردير مش هتنازل عن المراس ايه اللي دخل ده في الدين ايه اللي دخل ده في ان انا راجل شيخ ولا راجل صالح ولا راجل بصلي ولا عارف ربنا هو المراس ده من اللي شرعه مش الله سبحانه وتعالى مش المراس ده لما ربنا شرعه قال تلك حدود الله مش ربنا اللي اداني النصاب ده والداني الكلام ده ليه انا طب انت زعلان ليه ايه اللي مزعلك انا حر بقى انا اعمل اللي انا عايزه سبحان الله العظيم انا بقى سيبهو لك ما سيبهو لكش ده حريتي انا خلي بقانك طيب انا انت نزلت ليه كل الاحترام والتقدير ولو ما تنزلتش ليه كل الاحترام والتقدير نقطة تانية ابويا ساب وصية او ام سابت وصية واحنا خمس اخوات تلاتة وفقوا واتنين ما وفقوش تلاقي التلاتة اللي وفقوا يا سلام احلى الكلام عليهم والاتنين اللي ما وفقوش ابشع الكلام يقالوا فيهم اسوأ ما قال مالكم في الخمر ويا ويهي لك لو تدخلت بكلمة طيبة ليه يا حبيب ده الاسلام اباح لي ان يوافق او لا يوافق يبقى رجل الحرية وانت كبني ادم نصدت نفسك فوق الاله وعايز لاما تاخد حقه غصب عنه وتنتزع امرا ليس لك لان النبي قال لوصية الوارث عليه الصلاة والسلام وتيجا حضرتك لاما كده لاما تقطع والله انت لا تبقى قاطع رحم اشتركوا في القناة